العالم كله بيتظاهر اللي في مصر حكيمها عساكر العالم كله بيتظاهر اللي في مصر حكيمها عساكر هادي الظل ويادي الأرض اعتو غزة بكم مليار اعتو غزة بكم مليار يادي الظل ويادي العار مصر مشاركة في الحصار واخيرا الناس في مصر اتحركت اخيرا ولو كان عدد قليل ولو كان عدد قليل لكنهم على الاقل رفعوا الحرج عن 110 مليون مصري ساكت طوال ستة اشهر نزلنا مرتين لقطتين كده اخيرا الناس اتحركت في مصر بهذا الشكل يا خب تعمل اروت تير يا بطأ قمة مش عدرين يا بطأ قمة مش عدرين الاصفال متو جاه عنين الاصفال متو جاه عنين أشهد أن محمد رسول الله خلينا أقول لك أن وارد يكون دي أكبر عدد لناس نزلت أمام نقابة الصحفيين منذ أحداث سبعة أكتوبر بس كل الشكر والتقدير لهؤلاء الناس اللي رفعوا الحرج عن 110 مليون على فكرة حضرتك دايما بتسأل تقوله هو الشعب ما نزلش ليه ودي نظرية غريبة إن الشعب المصري بيسأل الشعب المصري ما نزلش ليه الشعب المصري حاجة غريبة جدا جدا ومع ذلك لو حضرتك عايز تنزل كل يوم 3 قبل الفطار بيكون في وقفة احتجاجية التلاتة اللي جاي هيكون طبعا عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير لكن بيتم تحديد موعيد للوقوف أمام نقابة الصحفيين حضرتك عايز تشارك بقى وتقول الشعب ينزل اتفضل ينزل ومحدش بيقول لك قول يسقط حكم العسكر ولا احتف ضد السيسي الوقفة كلها لاجل غزة بهذا الشكل قوله لا نتفضل كل وزور لا نتفضل كل وزور نتبعيد علي الفطر استمعوا كل حالة واستهانوا بالعروبة واستهانوا للخواجة عمرهم يكونوا مننا هم حاجة وإحنا حاجة هم حاجة وإحنا حاجة هم باعوا البندوية والوطن والجلبية وإحنا أصحاب العضية ليه بقول إن الناس اللي نزلت دي رفعت الحرج عن 110 مليون لإن أخيراً أخيراً بعد 6 أشهر وأكتر من 6 أشهر أخيراً حد من الرجال في أرض الرجال خرج النهاردة وشكر مصر النهاردة المتحدث باسم سرايا الكتس خرج يشكر مصر وقولك مصر بدأت مصر بدأت شكراً لكل اللي نزلوا اللي خانوا العهد بننا استباحوا كل حاجة استباحوا خلي الحاجة استهانوا بالعروبة استكانوا للخواجة استخانوا للخواجه عمرهم ما يكونوا مننا بقى على سوق واللي خانوا العهد مننا واللي خانوا العهد مننا واستباحوا كل حاجة واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجه واستكانوا للخواجه عمرهم ما يكونوا مننا قبرهم ما يكونوا بنا هم حاجة وإحنا حاجة ليه بقول للناس انزلوا وأن المظاهرات بتغير والله بتغير الواقع كله أقول لحضرتك ليه لأن المظاهرات لو ما كانتش بتغير شفت حضرتكم المظاهرات اللي حصلت في الأردن نهاردة أزيد من اليوم العاشر وأكتر من اليوم العاشر على التوالي مظاهرات غير مسبوقة في الأردن صح؟ هذه المظاهرات لو ما كانتش بتغير المعادلة كان انطفض زباب الإلكتروني الدعم لابن سلمان علشان يساند ملك الأردن بينما لم ينتفد لأجل غزة حتى هذا اليوم كان انتفض الجراد الإلكتروني الداعم لابن زايد علشان يساند ملك الأردن بينما لم ينتفد حتى هذه اللحظة لأجل غزة كان انتفضت المعيزة الإلكترونية الداعمة لعبد الفتاح السيسي كل هؤلاء انتفضوا علشان يشوهوا لك صورة المظاهرات اللي في الأردن ليه؟ لأن الشعوب لو تحركت كل هذه الأنظمة الكرتونية انهارت خاصة من الأنظمة الديكتاتورية غير الشرعية اللي بتيجي بناء على عدم رضا كامل للشعب سواء هذا النظام جاي بدبابة أو نظام بالوراثة بابا وابابا مالك أنا بعد بابا على طول هذه الأنظمة القمعية تخشى صوت الحرية تخشى صوت الأحرار خاصة لما يكون في قلب العروبة في قلب مصر بهذا الشكل قلوا نرفعنا في كل مكان مصر محصره هي كمان مصر محصره هي كمان مصر محصره هي كمان ياد الحوصة وياد العم ياد الحوصة وياد الحم اتيحن مظهوم بالدم يا حكم عربية جبانا العركان وهن كمان انتم عملاككاية انتم عملاككاية العركاني وهانا كمان العركاني وهانا كمان انتم عملاء كيان دايما بنقول لحضراتكم انت تقدر تضع فرق كبير جدا في المعادلة عايز اقول لحضراتكم بس على حاجة كده في المظاهرات اللي حصلت والهتاف اللي حضرتكم اللي مست سمعينه الهتاف ده كان ضد إبراهيم العرجاني إبراهيم العرجاني ده للناس اللي لسه ما تعرفش مين اللي هو صورة أبام حضراتكم ده اللي قاعد مع عبد الفتاح السيسي ده أكبر تاجر مخدرات في تاريخ مصر كلها في سيناء كان أخذ مجموعة من الجنود ومن الضباط في سيناء في 2010 وبعد 2010 وقبل 2010 وعمل اللي عملوا فيهم وما حد شعرف أماكنهم لغاية الآن إبراهيم العرجاني ده أريبوا مجندين في الجيش الإسرائيلي إبراهيم العرجاني ده بنته بتعالج في مستشفى هداسة في إسرائيل إبراهيم العرجاني ده نيتنياهو بيتعالج في نفس المستشفى اللي فيها بنت إبراهيم العرجاني في مستشفى هداسة في إسرائيل عشان نيتنياهو عنده فتاق نيتنياهو تفتأ فإبراهيم العرجاني اللي صرطة أمام حضراتكم ده الشاب اللي هتف وقال لإبراهيم العرجاني وشركة هلا شركة هلا بتاعت إبراهيم العرجاني موجود لها مقر كان في غزة ومقر في القاهرة علشان المواطني الغزاوي اللي يدخل الآن في ظل اللي بيحصل ليهم من إسرائيل ومن الطيران وسبع شهور من الحرب بالدروس عليهم المواطني الغزاوي علشان يدخل مصر حتى ولو حيعالج لازم يدفع لإبراهيم العرجاني خمس تلاف وعشر تلاف دولار شفنا ناس كتير جدا من الناس اللي خرجت من غزة تكلمت شفنا صحف كتير جدا خرجت تتكلم عن دور إبراهيم العرجاني في ابتزاز أهل غزة الفلوس بتاعت إبراهيم العرجاني بتتوزع على محمود السيسي وعلى عبد الفتاح السيسي وعلى جنرالات الجيش المصري في تقرير صدر قالك إن جمعوا من أهل غزة أكتر من 200 مليون دولار في أولى أيام فتح المعبر وبداية دخول الناس بفلوس من أهل غزة ليه بقى نظام السيسي بيعمل اللي عملوا في الشباب دول بسبب لما ذكر صورة إبراهيم العرجاني يعني لو كان الشباب دي هتف ضد الجيش ما كانتش حد أخدهم لو كان هتفوا ضد الشرطة ما كانتش حد أخدهم ليه إبراهيم العرجاني حقول لحضرتك على النظرية الآن هي القائمة في مصر مصر في أيام عبد الناصر والسادات كان قايمة على حكم العسكر العسكر هو من يحكم البلد ثم جاء مبارك وحول هذه النظرية إلى حكم الدولة البلوسية اللي هو أمن الدولة وحبيب العدلي ثم الآن اللي بيحكم مصر البلطقية اللي هم عبارة عن نخنوخ وعن إبراهيم العرجاني واللي بيسلكوا للسيسي ولمحمود السيسي كل المصالح اللي بمئات الملايين من الجنيهات والمليارات من الجنيهات زي على سبيل المسهل معبررفح وابتزاز أهالي غزة العرجاني وهانا كمان أنتم عملاء الكيان أنتم عملاء الكيان العرجاني وهانا كمان أنتم عملاء الكيان عشان كده بنعيد وبنزيد وبنقول لحضراتكم لا تستهون أبدا بصوتك انزل وساند الناس اللي نزلت أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مش كان حجتك بتقول الناس تنزل إزاي وعايزين ننزل أهو الناس نزلت انزل وتغير وحرك صدقني صدقوني يا جماعة أقسم بالله مش عشان مصر بلدي بس مصر هي قلب المعادلة كلها الشعب المصري اللي شايف نفسه ضعيف انت مش ضعيف انت لو نفت غباري الزل والخوف عنك صدقني والله العظيم المعادلة تتغير في سويعات مش هقولك أيام في سويعات ترجمة نانسي قنقر